إذن مشاهدين الحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم معنا من إدهوك الأستاذة الجامعية والخبيرة في مجال حقوق المرأة سيدة كرمل عقيل مساء الخير ومرحبا بك معنا دعيني بداية أهنأك كل عام وأنت بألف خير وكل نساء الأرض وهن أجمل وأقوى وأفعل في المجتمع يوم المرأة العالمي هو فرصة لرفع مستوى الوعي في مجال حقوق الإنسان وأيضا فرصة للاحتفاء بالمرأة التي حققت إنجازات في كل مكان تتواجد فيه في البيت في العمل في أي مكان يوم المرأة العالمي كما هو مسجل تم الاحتفاء به في أول سنة عام 1911 يعني 1911 من ذاك اليوم إلى هذا اليوم ما الذي تحقق في مجال دعم وتمكين المرأة؟ أهلا وسهلا بكم مساء الخير يسعدنا هذا اليوم نكون معاكم وكل عام وجميع نساء الأرض بألف خير الموضوع عيد المرأة هاليوم أصبح الترند السائد اللي مو فقط نتحدث بأيام عيد المرأة أو يوم أي أو أسبوع أو أسبوعين مناهضة العنف ضد المرأة أصبحت مواضيع ضرورية جدا وأعتقد أنه الضرورة اللي تقودنا للتأكيد على هذا المواضيع هي الحاجة أنه بالرغم من القوانين والمعاهدات والإعلانات الدولية والاتفاقيات لكن للأسف الشديد تسأليني ماذا تحقق من 1911 حتى الآن تحقق الكثير من الاتفاقات الكثير من المعاهدات الكثير من الإعلانات الدولية لكن القوانين وحدها لا تكفي بدليل أن معاناة النساء معاناة المرأة تزيد كل يوم وحسب الإحصائيات لا تزال المرأة هي الأكثر فقرا في العالم المرأة هي الأكثر حرمانا من فرص التعلم المرأة هي الأقل جدا مقارنة بالمجتمع الذكوري أو بالذكور امتلاكا للملكية أو اللي عندها حق الملكية كل هذا لا يزال حسب الإحصاءات العالمية قليل جدا بالرغم من التقدم اللي حققنا في مجالات المعاهدات والمواثيق والقوانين والتعليمات نعم في هذا المجال تقدم لكن من الجانب في الجانب الآخر مع الأسف الشديد نحتاج للعمل أكثر فعلا لجعل هذه التعليمات والقوانين والإعلانات موضع تطبيق بحيث يصبح بإمكاننا أن نرى فعلا أن المرأة أصبحت قادرة بشكل أكبر على الحصول على فرص التعليم قادرة بشكل أكبر على العمل في مجالات متنوعة أكثر من السابق قادرة بشكل أكبر على امتلاك الملكيات قادرة بشكل أكبر وهذا مهم أيضا خصوصا في بلدان النزاعات قادرة بشكل أكبر لإيصال رأيها دائما نقول نحن النساء اللي ترون دائما الواجهة نحن نحمل أمانة نساء بعدات كبيرة جدا لا يتمكنون من إيصال أصواتهم فأتمنى في هذا اليوم أن نتذكر هناك أعداد كبيرة من النساء لا تتمكن من إيصال أصوات هناك تمثيل نسوي في البرلمان 93 امرأة كيف ترين هذا التمثيل؟ لماذا لم يتم تشريع قوانين تخدم المرأة؟ مثلا أتحدث عن العنف الأسري شهدنا هذا العام تفاقم ظاهرة العنف الأسري ما أسباب عدم تشريع قوانين مهمة للمرأة بالتحديد؟ أعتقد أن الأسباب التي تقود إلى تلك في هذا الموضوع هي في الأغلب أسباب ربما تشريعية بسبب المجتمع الذكوري لأنه إذا نقارن هناك فئة كبيرة ما تحب أنه يتم تسليط الضوء على هذه الظاهرة فإذا نحب نشوف هو بيد من صنع القرار أنا الآن ذكرت أنه العدد الأكبر من النساء في العالم وفي العراق خصوصا هم لا أحد يسمع أصواتهم لا أحد يعرف كيف يعيشون لا أحد يسألهم عن رأيهم في أي موضوع فكيف يتمكن من الضغط لتشريع قوانين تحميهم؟ طيب كيف تنظرين إلى مبادرة السيد السوداني في مجال دعم المرأة؟ حكومة السيد السوداني تعهدت بحماية المرأة جملة من القرارات اتخذت مثلا أعطاء قروض لنساء الأرامل والمطلقات كيف تنظرين إلى توجه حكومة السوداني لدعم المرأة؟ إذا فعلا يتم تطبيق هذه الأمور هي مبادرات جيدة جدا وفعلا هذه المبادرات إذا تتطبق ونطمح إلى مبادرات أكثر وإلى عمل أكثر هذا يعزز شعور المرأة بالأمان لأنه لا زالت المرأة في مجتمعاتنا موضوع الأمان الاقتصادي يشكل عندها هاجس مخيف جدا فإنه أن تشعر بالأمان من هذا الجانب هذه مبادرة عظيمة جدا إذا فعلا يتم تطبيقها ويتم حماية المرأة أيضا التي تقوم بهذه المبادرات والأعمال الاقتصادية طيب ماذا عن حكومة الأقليم كيف ترين جهود حكومة الأقليم بدعم المرأة وهل تختلف المرأة في الأقليم مثلا عن المرأة في البصرة عن المرأة في الناصرية احتياجاتهم عن المرأة في بغداد عزيزتي أعتقد أن احتياجات المرأة لا تختلف في أي مكان في العالم وفي أي قارة في العالم احتياجات المرأة هي نفس الاحتياجات لكن الفرق هي في القوانين والتعليمات التي تحافظ على سلامة المرأة تحافظ على حقوق المرأة تحترم حقها في الحياة يعني مثلا في إقليم كردستان هناك قانون العنف الأسري صراحة وجود هذا القانون في الإقليم حقق طفرة نوعية جدا في مجال حقوق المرأة واللي أنا أتأمل أنه هذا القانون يكون بشكل أوسع وأكبر ويغطي أيضا العراق أيضا يخطو خطوات في هذا المجال لأنه وجود امرأة حسب الأمان معنى امرأة منتجة امرأة فعالة معنى مجتمع صحي مجتمع فعال طيب سيدة كرميل في سؤال أخير الأمينة العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش أعرب عن أسفه حول عدم المساواة بين الرجل والمرأة قال أنه بعيد المنال ربما بعد 300 سنة ممكن أن تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة نتحدث عن منظمة الأمم المتحدة منظمة دولية قراراتها ملزمة للدول الأعضاء وحتى غير الأعضاء كيف تنظرين أنت لهكذا تصريح؟ وأيضا ما هو دور أيضا المنظمات المحلية في مجال دعم المرأة؟ صراحة يعني الحمد لله لا أعتقد أن الموضوع يحتاج 300 سنة الموضوع أكيدا كان بشعور بالأسف كبير وبتشاؤم وأيضا الأمم المتحدة لها حق في ذلك لأنه كثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي لم توقع ولم توافق على المواثيق الخاصة بحقوق المرأة فهذا كان شيء مخيب للآمال جدا أمميا فهو فعلا الموضوع يحتاج لعمل كبير عمل مستمر عمل واقعي لكن في ذات الوقت يحتاج أنه نشوف بخصوصية المناطق الحاجات المجتمعية الحاجات الأسرية أن يكون منظرنا أوسع أن نشوف نظراتنا شاملة لهذا الموضوع لأنه نتذكر هي الغاية من حقوق المرأة هو لوجود مجتمع صحي مجتمع فعال مجتمع أم السلام إذا ننظر فقط إلى حقوق المرأة كحقوق المرأة وننسى وجود المجتمع الصحي المجتمع الذي ينعم بالسلام أيضا نظرتنا تكون قاصرة نعم فإذا الأمم المتحدة أعتذر منك ماذا تتمكن من الإلزام النشرة انضمت معنا الأستاذة الجماعية والخبيرة في مجال حقوق المرأة كرم العقيل من محافظة دهوك سعدت بالحوار معك ترجمة نانسي قنقر